المتابعيون سلبنا السلام عليكم اليوم سنثقبنا احداش نظابو قدرنا لهم هنا ملانجير هناك احداش نجحون مع انها مشكلة واليوم سنعطي لكم التدابير كيف تثقب نظابو وماذا الحسابات التي يجب عليهم كامل المثقوبين واحد فيهم مصر لنا فيهم مشكلة الحجر الأولى الملانجير يأتي فيه وسط الحوض لا يوجد فيه وسط البابو كامل المساحة كبيرة المساحة الصغيرة لأنك تصنطري هنا تصنطري في المنتصف الحوض هذه الحجر الأولى ومبعدها هنا تصنطري ومبعدها هذا الحساب الروبيني نحن لا نتقبوه من الناس لأنه يقدر عدة الروبينيات نعطي لكم الفرق بين الروبينيات والميلانجير كامل الفرق الميلانجير شوفوا همام هنا همام هذو اللي يتباعوا ومشي كيف كيف عندك هذا القطعة من كين عشرة وكين كين عشرة وهذا شوف عشرة وزيد ميل عراه ميل هكذا ميل الكوتي هذا يعطيك حوالي ثماش هكذا ثماش وعندك هذا اللي صغير هذا أو سبعة وكين اللي خمسة كين اللي صغير هنا لو كنت وش رايح تخير على حسب السوما والاخر تدير الثقبة هذي هنا كوم تشوفوا كين ثنين ونص وكين اللي فيها خمسة هذي هذي هنا خمسة هذا كامل متعلق بالنوع تعلم الميلانجير اللي رايح نتديره كين خمسة ربعة كيفاش تدير الحساب هاي اللي كتاع سانكه هذي فيها سانك برك هنا وكاين اللي سبعة كين طماش كاين ضغطة بش يفرغ لك هنا في الحوض ما يكونش هنا قريب وما يكونش بعيد بزاف باش ما يخرج لكش البرعة ما يكونش قريب بل هنا بزاف وما يكونش اللي هنا مثلا هنا هنا وبعد كي تغسل يطرش كامل هنا بانتها الميلانجير لازم تخيره كي تعجبك النوعية ماشي لازم تصلح لك ولازم تثقب بعد كي تعجبها من ومن وبعدها نفترش كي تعجبها من الميلانجير لازم تخيره اذا نفترش كي مع هذه وشدها بزجلية زيطاشة اذا نفترش كي تعجبها هنا وبعدها نفترش صح هذا اللي هو هذه سياك نوش ثلاثة ونص ثلاثة ونص ثلاثة ونص ثلاثة ونص تنقص السرعة والزيت ثلاثة ونص